كل واحد فينا جوا طفل صغير الطفل ده بياخد القرارات بالنيابة عنه في بعض الأوقات خصوصاً القرارات المرتبطة بالعطفة بالطبع الطفل ده بيتأثر بأزمات الماضي وبيئة التنشئة وعوامل تانية كتيرة بتظهر فيه سلوكياته وفيه عاداته ودايماً احنا كده دايماً بنقول ايه؟ أصلك معيشتش طفولتك صح يا بس أنت بسمعك لا دايماً كمان غير ان انت معيشتش طفولتك يعني بسمعها مش انت غير كده أنا دايماً في حاجة بنسمعها كتير قوي شازلي وهي أنك عشان تقدر تتعامل مع حياتك أو الواقع اللي انت فيه دلوقتي لازم تعالج أو تهيل الانت شايل اللي انت المشاكل اللي حصلت لك وانت صغير لازم تعالجها يعني ولازم تقف عندها وما تتخطهاش أو تفتكر ان انت تخطيتها هنعرف تفاصيل أكتر عن موضوع ده خلونا نخلي بقى الناس اللي هم بروفاشنل يكلمونا أكتر عن الموضوع ده دكتورة شيمال أسد استشاري العلاقات الأسرية والنفسية من ورانا في استوديو صباح الخير يا مصري صباح الفل عليك يا دكتور صباح النور عليك صباح الخير فمنا صباح الخير خلينا نتكلم عن النقطة دي دايماً نسمع كلمة لازم يعني تعالج الطفل الداخلي لجواك ايه العوامل مبدئياً كده اللي بتأثر على شخصية كل واحد فينا عشان نقدر نقول لسه فيه كلكيع جواه تمام يلا بينا احنا أصلاً الطفل الداخلي ده هو جزء من شخصيتنا اللي بتكون فيه ذكرياتنا النفسية والعاطفية طيب الطفل الداخلي بتتكون من إمتى بقى؟ من هو وإحنا عندنا أربع شهور في بطن ماما لغاية خمس سنين يعني ايه أربع شهور في بطن ماما؟ من أول ما النبض بيبقى بيني وبين ماما وأنا حاسس بمشاعرها وهي الحياة والكيان بتاعي كله فأنا بتعلم عن نفسي وبكون شخصيتي منها هي حبة الحمل وحباني فأنا نازل حاسس أن أنا تمام ومحبوب فيه ساعات تلاقيه يقول حملة غلطة مش جاي في وقت مناسب بينزل الطفل يسرخ ومنهار حاسس أنه مرفوض فدايما تلاقي أطفال دايما أكستريم عصبيين ومسكين فأمامتهم هو بس بيوصل لها ميسج شوفيني وحبيني لأنه نازل شايف أنه مش محبوب لما بننزل ونكبر فده جزء بس عشان ناس تبقى عارفة أن احنا من أربع شهور لخمس سنين بنكون الطفل الداخلي بتاعنا نزلت واتعاملت معي ماما أنه رحبت بي وشفت كل اللي حوالي بيحبوني التروما دي فعلا تروما بتخلص حصل أني كملت أو أنا كطفل عادي طلعت في بيئة بابا عصبي ماما بتتعامل مع الأطفال أن هي حاجة إحنا ده وراثة فإحنا بنخلف بنتجوز فبنخلف فبالتالي الطفل بيحصل إيبقى أولا بيبقى مهمل فإحنا عندنا العوامل أول حاجة لإهمال أن أنا أتعامل مع الطفل أنه مش فاهم حاجة أني أبتدي يبقى صوتي عالي فلما الطفل يشارك ويتكلم أقوله لا إسكت أنت طبعا الانفصال بين بابا وماما ده بيبقى عامل كوارث طبعا لأنه الطفل بيكون سيناريو عن نفسه أنه هما بيسيبوا بعض بسببي هو بيسيب مشكلتهم وبيتخيل أنه هو الكائن اللي بسببه عشان هما بيحطوه محور المشكلة بالضبط طيب الحاجة كمان الأهم أن الطفل بيعمل كلنا وإحنا أطفال بنعمل سيناريو كبير عن نفسنا من كل اللي إحنا بنشوفه لأن الأطفال وإحنا صغيرين يابا يحبونا يابا يكرهونا يابا يكرهونا فأنا الوقت بحبك وبدلعك يا بسنت يبقى أنا بحبك فأنت طفلة محبوبة جيت زعتلك قطيك لأ ما تعملش كده يبقى أنا بكرهك فمن أبتدي إحنا بقى ناخد السيناريو ونكبر طب إحنا كبرنا عمنا السيناريوات إيه طفل الداخلي بيأثر في شخصياتنا إزاي أنا الوقتي لما حسيت أن أنا مهمل ومرفوض ومحدش بيحبني ولما باجي تكلم بحد بيقول لي اسكت ده مش وقت تتكلم فبطلع للحياة شخص كاتوم فقول لأ أنا مش بتكلم عشان أنا مش بحب بتكلم لا هو حضرتك يا فندم وأنت صغنة سكتوك فأنت بقى عندك كبت في المشاعر مش عارف تعبر عن نفسك طب طالع هجومي واندفاعي وبتكل محد يتناقش معاك صوتك عالي أنت قال لي الأدب هو مش قال لي الأدب ولا شخص هجومي هو حصل له قهر وهو طفل وحصل له تنمر فهو بيدافع عن نفسه فخد وضع أنه يدافع هتيجي تقول لي حاجة فأنا ههجم لأ أنت وحشة نلاقي دايما كبار الوقتي في السن بشوفهم أو ما يحصل أي حاجة إحنا قاعدين ما فيش حاجة مثلا دي وقيت هقول لك أنت لو قتا أنت ماليش ليه بقى هو أنت نفسك بصت تخضيت أنا ماليا أنا تعودت وأنا صغيرة حد يقول لي أنت السبب بيرمي اللوم عليك برافو عليكي فأنا الوقتي بطلع اللو لا كفاية بقى فبخرج أي حاجة بسانت اللي غلط محمد اللي غلط فما فيش تحمل مسؤولية أنا لأ لأ بقول لي بدافع عن نفسي أنا لأ كفاية أنا طول الوقت وأنا صغير أنت أنت فأنا بخرج لإلا بعمل حاجة تانية بصدقهم فبتطلع شخصيتي ضعيفة ضعيفة ولو أنت جيت يا بسانت ده بيحصل والله بشوف ده كاترة مهندسين كبار مثلا حرك نجح ده أنا فاشل كل الإنجازات دي ليه لأن وأنا صغير اتقال لي يا فاشل يا فاشل يا فاشل فبالتالي بدأ الطفل يصدق الصورة الذاتية عن نفسه طيب إحنا بدأنا نشوف ناس كبار ما مش صغيرين يعني عشرينيات وتلاتينات وأربعينات وفي بعض التصرفات صغيرة كده منحس أنها تصرفات أطفال شوية طفولية بس مياسي روكيات طفولية آه فبنقول له عاصل أنت ما عاشتش طفولتك هل ده فعلا كلام مصبوط؟ لا هو مش بقى ما عاشتش طفولته هو الطفل زي ما كاتبسنت بتقول لسه ما حصل ما دخلش مرحلة التشافي فإحنا بنكبر بجسمنا والطفل جوانا لسه الزعلان بيعيط يعني مثلا جيتك كلمت معك مثلا تعالوا نعمل حاجة فأنا بقولك إيه لا لأ لأ لبسك وحش قوي أخذ بك أنا صغير أصل فأنت تزعل فالسلوكيات طفولية تعمل إيه أنت بقى هتتقمس وتاخد جنب أنا مش هكلمها تاني مثلا قلت البسانت نفس الكلام فبسانت تقولي إيه ملكيش دعوة أنا واسقة من نفسي ولا هي هنا بتدفع عن نفسها ولا حضرتك قلت لأ أنا مش هصغر عقلي وهرد عليها الاثنين سلوكيات طفولية ليه دات أمس هو صغير ما خدش الموضوع بكبير وبسانت خدت الموضوع هبجومي بتدفع عن نفسها السلوكي الطبيعي بتاع الكبار إيه تمام لإن إحنا ماشيين بكونسبت رأيك فيه لا يدل علي كل واحد ليه حرياته الشخصية ما أسرش رأيي ما أسرش فيكو قريدي شخص وثق من نفسي أيا كان ردي لكن ما تهزتش من جوا بالزب لكن أول ما حد يتصرف تصرف أنا لمسته إذن الطفل اللي جوا لسه زعلان ليه بنقول بقى برد عليك السلوكيات الطفولية طول ما طفلك الداخلي سايبه مش بتعالجه هو بيعمل كوارث مش بس سلوكيات طفولية في الزعل يعني مثلا الوقت إحنا في مكان تمام وكده كده أنا بقول إن حصل إهمال للطفل ده بس أن الناس تصدق إن أنت ولا حاجة فبعد إيه؟ طول ما إنت موجود تعالي صوتك تتكلم بتعمل إيه؟ عايز تقولهم شوفوني أنا موجود أنا موجود ما تدلعش بقى هو صغير بالزبط فهو عايز يثبت نفسه فخد بقى على كده ردود أفعال كتير قوي طول ما الطفل الداخلي بتاعنا لسه زعلان وبيعيش تعالي شوفه بقى لما تجوز بقى تعالي شوفه شخص زي ده لما يتجوز عارفة يا دكتور القصة دي مهمة جدا 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 أنه أعتقد أنه بتدينا نكتشف موضوع الطفل الداخلي ده قريب بالزبط لسه التقافة دي مش أكتر من سبع سنين بدأ الحوار فيها باستفادة وحقيقة لما بتيت أقرأ في الموضوع كتير لقيت أنه ده حقيقي كل تصرف إحنا بنتصرفه ده بسبب حاجة في الطفولة حصلت إحنا فاكرين أنه إحنا نسناها لكن في الحقيقة ما بنكونش عدناها أخطينا الأزمة دي وزي ما كان شازلي بيقول المشكلة لما بنعليكش ده بندخل بقى في جوازة مثلا فتبتدي بقى أنا هفرقكوا بقى على الجواز أنا هفرقكوا على الجواز طبعا الوقتي مثلا طلعت بنت هي كانت زعلانة ومش حاسة لأن ماما مش مطلعوها أن هي وثقف نفسها وثقف نفسها دي حالة كانت عندك آه آه تمام فنسبت الاستحقاق قليلة طب جيه بقى هو الزوج نرجسي بقى ذا يعني النرجسي بقى حصل مع ايه هو صغير النرجسي ده بيبقوا اتنين بس أنا يعني هقول لكم وبعدين هحكي لكم الحالة بتأتي النرجسي إما تعنف قوي فهو شخص ضعيف ومهمش فيطلع زي التووس كده ريشه عشان الناس ما تشوفش اللي جوه وكل حاجة جوه هو بيعمل عكسها أنا تأذيت فأنا هأذي ودول هتليم دايما دايما لازم يبقى بيرفكت لازم يبقى ناجح صاحب إنجازات عشان الناس تشوفه بس بيوقع الدنيا في بعض وبيستضل بنات الطيبة أنا بتكلم عن الراجل نرجسي ميسي طيب التاني بقى اللي هو المدلع المدلع ده قريدي خلاص اتربى إنه هو محور الكون فأنتي لما بتيجي تدخلي له حاجة في الثقافة إن فيه ناس على فكرة وفيه تعاون فيه شركة أنتي أكيد مش طبعية أنتي لازم تجيب لي كل حاجة ولازم اللي أنا عايزه أقوله وده بيبقى بقى في مراحل مقصة طفل وحيد ولد على بنت أو والعكس برضو شو مبقاش بنت على ولد وهكذا يعني طفل كان مدلل الأخير يعني نمزك كتير أنا هقول لكم بقى الحالة اللي عندي هي البنت نسبة استحقاقها ضعيفة لأنها صدقت في نفسها إن هي سكوتي انت فاكرة نفسك إيه مع إنها البنت كويسة جدا يعني دي حاجة الولد نرجسي زي ما أنا بحكي بس هو كان معنف فبالتالي إيه اللي حصل هم جذبوا بعض جذبوا مش قانون الجذب دايما الإنسان لما بيبقى ضعيف بيبقى محتاج حاجة فيها قوة عشان يخاف فيمسك فيها يحتمي بيها فاللي حصل القط ما يحبش اللي خناقه فاللي حصل إنه طبعا هو بقى بيمارس كل سيطرته إنه يشبع رغبته لذاته إنه هو حاجة فضيعة عليها طفن المشكلة ما فيه استقراره لا ما فيهش استقرار هو بيسرخ وبيزع وبيقهرها وهي بعد ما بتتدايق بتتقبل وبتقول أصحيح أكيد أنا فيها حاجة غلط لما بدأت القهر يزيد كان فيه صورة كده زمان جايبينك إنه لأب لما يزعق للأم لأم تزعق للطفل للطفل يزعق لحيوان صغير وهكذا هي سلسلة يعني هي دي سلسلة بس قصدي قديم مش في المنطقة دي هي لما لقيت الأمور زادت عليها وجالها كانسر طبعا أريد أوصل لكم الجزء النفسي ده خطير جدا هو اللي بيجيب الأمراض وجالها كانسر فبدأت تشتغل على نفسها واللي بقوله ده على فكرة يا جماعة حصل بجد وبدأت تتمرد لأنه هي لقيت إن هي عرفت هي مين وطول ما إحنا عاديين مش شغالين على الطفل الداخلي بتبقى عايش قدراتها إمكانيات فقيقة أنا مش أنا أنا بسميها المشخصاتي بمعنى إن في حد بيبقى شايف عمه رجل أعمال كبير فهو النس احترمته فهو بيخرج يقلده عشان كده كنت لسه بحكي بيجو ناس كبيرة ونكحة ويقولك أنا مش مبسوط لأنه مش هو يا شازلي هو عمه يعني أنا سميتها الفقرة المشخصاتي فعلا هو عمه هو كان إيه بقى هو كان فنان بيحب يلعب على الجيتار ده هو لما اكتلع فطول ما إحنا بنلعب مع نفسنا طب وقصة البنت عملت إيه بعد قصة البنت الحمد لله إن الكنسر بدأ يتشافى معاها لأن طول ما هي أنت بتوصلي نفسك وتخفي روحك تخفي جوه منعتك النفسية بتعلى فبالتالي منعتك الجسدات بتشتغل فهي بقت بتقاوم الكنسر لأن هي عرفت إن هي هي كويسة وهي تستحق والكنسر كان جاي فين في السادي رمز الأنوسة أنا بحكي لكم يعني حتى لما بييجي بييجي في أماء ليها معاني يعني فهو ده جزء من جزء الشفاء الطفل الداخلي تفضل إحنا إزاي نساعد ولادنا بقى إن هما يقدروا ياخدوا القرار الصح طيب هقول جزئين خلينا نتكلم عن نفسنا عشان هو العكي في ناحنا إحنا الكبار عايزين ندور عليه كده وهخش على ولادنا لأن لو أنا معرفتش أو إحنا أطفال كبار جيلي الحالي يعني كلنا لغاية بقول لها رجل بيجيلي بات 60 و 65 بيطلع الطفل الداخلي بتاعه تبأ أقول لك حاجة شازلة يعني كده إن أهله اللي كانوا بيها مثلا يعني ربا بعض بالقراثة وفيه أفكار عقيمة يعني اللي أنا عايزة أقوله لك هنا لما بحكي لك الوقت على الناس الكبيرة أنا دي كيسة هي جالتي واحدة 65 سنة لما بدأت أتكلم معيها عن الطفلة بتاعتها هي عيطت محدش كان بيقولي أنت حلوة 65 سنة يعني إحنا بالنسبة لنا وخدوا العروسة بتاعتي قلت لها روح قدب جد وجابت العروسة بتلعب مع العروسة هي شفت الطفل لما يبقى صغير مش بتديله الحاجة بيسيبها هي مجرد جابت العروسة ولعبت بيها خلص ديتها لحفيدتها الموضوع الكبير وخطير سمعتك مرة أنه عشان تعالج الطفل الداخلي أنت لازم تغمض عينك كده وتتخيل الطفل ده في موقف معين كان بيقرقك وانت صغير أو بيضايقك أي إن كان إيه هو وتروح له وانت كبير وتطمنه هل ده تمرين معين ده من ضمن التكنيك أو بس بيبقى لها كذا حاجة يعني مثلا هقولك على حاجة الوقتي لو أنا جبتلك صورة يعني تخيالي كده معي بنوة حزينة وسألتك سؤال تفتكري هي زعلانة ليه حسب بقى كل واحد شايفها ازاي بالضبط يعني حسب سنها حسب سنها هي عندها وصفيها لي هي خمس سنين كانت عايزة تلعب وعملة كده ما أنا لو قلتلك هتعرفي مشاكل أنا ومشاولات تقول هالك بلس الوقتي ده برضو كل واحد ممكن يعملها ده موجودة في أي حتة يجيبها حتى على جوجل انه في صورة بنت زعلانة والولاد صورة ولد وتتفرجي شو فيه صوت هاي بقى اللي هتتكلم انتي كل واحد فيهم هيشوفها يعني أنا عندي مثلا في بيقول لي دي بطعيد في بيقول لي بتفكر الصوت اللي هيطلع وانتي بتوصفي حالة البنت دي اعرفي ان دي انتي الطفلة لجوكي زكية بصمت زكية وخلعتي أنا كنت هتكلم على فكرة ده تكنيك وفيه كمان إن إحنا بنعمل برضو تأمل بطريقة معينة هو هنا كان بيتحكوا بقى لما بيقوموا يفوقوا إن إنتي بتلاقي اللواعي بتاعك بيرميلك مواقف مغدودة إيه ده ده بجد وتلاقي نفسك بقى إنتي شايفة نفسك حاجات كده فهو ده بقى هي رحلة بس أول ما بتوصلي بترتاحي على الأقل بتفهمي أنت كنت بتعملي كده ليه طيب يعني أنا أول ما أفهم إيه المشكلة فين بيبقى 90% نجاح خلاص لأن إنتي وصلت إيه اللي حصل ووصلت إنتي إذا أعلن ليه فبتجيبي الحاجة طب فيه بنوتة عندي فعارفين وإحنا صغيرين مش كان بيبقى فيه الشراب الأبيض بتاع المدرسة قرنيش اللي بالضبط خطير هي كانت مشكلة هي في دي أنت متخينة إذا أقول لكم إيه ولد عقد حرم أن أنت راجل يعني إيه تعد تعمل طيارة يعني قلت له هات ومش عايز جيب الطيارة بتاعتنا راح نزل جاب الحاجات الخوص هو يعني بقول لكم يعني أنا بشوف حاجات أول ما بتعمل إشباع دي بقى الحاجات الألعاب طب أنا عملت كل الكلام ده اللي ده كثيرا أنا صغير طب إيه عملت طب لو الولد هو عايز يترفع لنا لو الولد زعلان هتفتكروا أنه زعلان ليه أو حزين ليه وطفل صغير مثلا آه طفل صغير ما هي يعني أقصى مشاكل الأطفال إيه أنا مريش دعوة أنا بكلمة كنت أيوان هو مثلا كان عايز يلعب ولياكم كان عايز يلعب مثلا وبابا منع أنا عارف أنه يكون فيه أسباب تانية كثيرة آه لكن مثلا شاف عم في أسري كان عايز يلعب وبابا منع بالزبط كان عايز يلعب وبابا منع بقول له يعني يعني جالي قلت له عايز ألعب كرة في الشارع قلت له إنزل لعب كرة حاجة تانية بيبقى مثلا الأم مسكت البنت كل حاجة أنا بحكي بقى بنت هنا كل حاجة فيها وحشة فتطلع البنت بتعمل كمية عمليات تجميل وبرده مش هتبقى مرتاح إنها صدقت إن مامتها فهمت إنها في حاجة نقصة أول ما بتتصالح مع نفسها وتفهم إن ده إن بتدخل جواها مش حقيقي وإن ما ينفعش إن أنا كل حاجة أسمعها أو شفتها زمان أصدقها عن نفسي فبيحصل تغيير للصورة الذاتية بتاعتي عشان كده بقول إحنا ببقى أنا مش أنا أنا ماشي قدام الناس مثلا شايماء بس السيناريوز اللي أنا كونتها عن نفسي وكل الداتة اللي خدتها وحطتها وصدقتها ومشيت بيها أنا كنت تفاكريها أول ما بشيل كل ده وبشفني أنا بقى جوايا بعرف إن أنا بكمل يعني أنا هتكلم عن نفسي أنا هترفلكم أنا كنت برضو فاكرة إن أنا مش محبوبة مع إن أنا محبوبة جدا تمام؟ أبوش تستقى بالنفس بقى نرجسية ده نرجسية جدا أكيد بوراها سبب تمام؟ فده كان بيخليني طول الوقت هي نقطة هي من اللي بتتعالج فيه الطفل الداخلي طول الوقت ما بقولش لأ أي حد بقوله آه ليه عشان تخلي الناس أنا فاكرة كده تحبني ده بيبقى تحت حاجة اسمها people blazer أنت طول الوقت بتدي وما بتكلم ما بتقوليش لأ طول الوقت بتيجي على نفسك أول ما أنت وصلتي وفهمتي إن الموضوع ده أنت اللي عملتيه كده وانت صاحبة الكارسة لما تحطي لمت عايزة أعمل هعمل مش عايزة أعمل ما بعملش كنت ببقى عندي تخوف لأشياء معينة تمام لما عالكت الطفل الداخلي أنا لقيت نفسي إن أنا مغامرة فضيعة ما بخافش أصلا فأنت بتكتشفي أصلا في شخصيتك إن أنت عندك حاجات هي مستخبية لما بتزهرها بتلاقيها عكس تماما شخصيتك إن أنت كنت ماشي بيها يعني النقطة مهمة اللي شازل تكلم فيها إنه أطفلنا يعني آه إنه أنا النهاردة لازم أخب بلي كويسة أنا بتعامل مع طفلي عشان منقلش الكلاكيع اللي عندي كلنا عندنا كلاكيع خلينا نبقى متفقين كلنا عندنا ترومز عادية بس الشوتر اللي بيشتغل عليها أنا بحكي عن نفسي بحكي لكم حاجات بالضبط أنا النهاردة إزاي منقلش لابني ومشكلة كمان إحنا بنعمل حاجة بقى تانية إنه أنا عشان أجنبه اللي أنا أتعرضتله أنا ه بعمل أكستريم حامل الأكستريم تماما أي أن كان أنا بقى كنت مدقية من إيه من حاجة صغيرة أنا هتديله حب كتير هعمل مش عارفة إيه الحاجات دي كلها فإزاي أبقى عندي الاعتدال ده في التربية في نفس الوقت ما نقلش المشاكل اللي كانت عندي وفي الوقت نفسه أنا بحاول بقى عالج الطفل الداخلي يعني أنا بشتغل أصلا على نفسي أنا هقول يعني جملة كده جميلة وصغننة هو أولا أنا مش هفكر أني هقول أنا ما نقلش أنا ما ليش دعوة أنا شخص مستقل وهو شخص مستقل أنا هركز وأتعلم حاجة واحدة التقبل اللي ربنا خلقنا به في فطرتنا وإحنا اللقباتنا الدنيا أتقبله علشان أنا لما تقبله هاحترم شخصيته فسيب شخصيته هي اللي تطلع لما تطلع وأنا أشوفها وساعده أعدلها بمعنى يعني أنا عندي مثلا هقول لكم نوعين طفل هو طالع ما بيحبش الكلام الكتير ده شخص حساس يبقى أنا هتعامل معاه بالاسلوب المسيسة هو عمره ما هيتناقش معايا بصوت عالي هيتطلع عن يد عشان يدفع عن نفسه فأنا هشوف اهتماماته اهتماماته كده هيبقى فنية فهو فنان يعني هيكتب هيرسم أشوف شخصيته فتطلع شخصيته أنا هخش بإيه ده من الشخصيات الحساسة دي بتبقى ضعيفة أنا هبتدي بقى عالي عنده الدعم عشان يبقى وهو شخص حساس كده سواء راجل أو ست ما لاش علاقة على فكرة عشان دي برضه من الثقافات الغلط انه يبقى مسؤول فيبقى وثق في نفسه فمش معنى ان انت طيب وإحناين ان انت يضحك عليك ده جزء ولد تاني أو بنت تاني هي بتتحرك كتير بتتحك صوتها عالي عندها يعني فرط حركة مثلا أنا هاجي هنا أشغل طاقتها جدا هشغل طاقتها بنشاطات كتير واشوف هي عايزة ايه مش برضه أنا اللي قرر من هنا الشخصياتهم الحقيقية اللي جوه ما هو ده الطفل الداخل شخصياتهم الحقيقية اللي جوه بتطلع أتعامل مع حقيقتهم وأنا أزود بقى الدعم الثقة بالنفس كلنا على فكرة كلنا عندنا اضطربات نرجسية بسيطة أنا عايزة كل حاجة تطلع يبقى ليها لمت يعني هو الاكستريم اللي عملنا المشاكل دنيا بسيطة على فكرة يا جماعة بس هي يعني ايه شعرة شعرة صغيرة كده لكن الدنيا بسيطة واحنا بنتخيل دايما ان تربية الأبناء في ان انت تعمل الصح وما تعملش الغلط ونزع على ده ونكافئ بالزيادة على ده في بعض الأوقات ونسين العامل النفسي اللي ليه تأثير على كل حاجة في حياته كطفل ولما يكبروا على أبنائه الموضوع كبير يعني مش صغير بالزبط يعني الحقيقة انا شايفة انه ده موضوع مهم جدا جدا ان احنا نتكلم فيه وحلقة واحدة بصراحة مش كفاية او فقرة واحدة مش كفاية لان احنا لازم جلسات نوعات كتير او نتكلم عن الموضوع ده لانه فعلا مش ناس كتير عارفة انه المشكلة بتبتدي للأسف من وإحنا صغيرين ونصيحة صغيرة اللي يحس بحاجة ما يكبرش وما يهربش كمل لان بجد انت هتبقى في منتهى السعادة روحك هتبقى خفيفة جدا وهتشوف يعني لو اللي فات مشيت فيه وانت مش انت كمل وانت سعيد بانت طلع الطفل اللي جواك نفسي كمان نرمالايز اسمعوا انه ليه عادي كده ان احنا نروح عادي لدكتور نفسي استرشاري نفسي ساعدنا نحط ايدينا بس على المشكلة فين سيبقى اخصائي في الجزء ده مش دكتور بحس يبقى فيه ادوية الموضوع مش محتاج ادوية عشان الناس ما تتخضش دكتورة شيماء الاسد استشاري العلاقات الاسرية والنفسية بنشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا فضل مرسي يا شزي